اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهم الاماكن السياحية التي سوف نزور في هذه المدينة هي التي في المدينة القديمة مرهد الصور هذا وكي ندخل في المدينة القديمة كان هناك الكثير من البيبان وهذه منهم باب الحمر وكان هناك باب البحر الذي قريبا من الباركينج إذا جاءت طموبي ديالك أقرب باب لك هي باب البحر وإذا دخلت إلى باب البحر ستخرج ديرك في الساحة للعبد الله القنون وهذه هي باب القصبة الشهر باب في مدينة أصيلة التي ستقدر تدخلك إلى المدينة القديمة وفي جنب الباب أتلقى هذا الطابلو التي ستورك المسارات السياحية في المدينة القديمة وإذا سنتدخل من باب القصبة وسنكتشف المعالم السياحية في هذه المدينة الصغيرة الزوينة ومن الذي تدخل من باب القصبة تزيد 51 سم تجد المشجد الأكبر أو المشجد الأعدم لأنفاس معه مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية وفي جنب الجامعة فين كين ذلك الإصلاح تم كين باب السوق التي لم يمكننا أن نصورها لكم ويذهب إلى ذلك حتى نخرج في هذه الساحة للعبد الله القنون وفي جنب هذه الساحة ستجد قلعة القمرة التي بناءها البرتغاليين في القرن 15 وفي جنب هذه الساحة هناك قهوة التي أحبتك إذا أردت أن تسلمها في هذه الساحة وفي هذه القهوة ستجدهم ستجدهم ديور هنا وعندهم حتى الغرف في فوق القهوة الكثير من الناس سيقولون لك لا يمكنك تسرق أصيلة كاملة في ساعة المقانة هنا كنت أقول لك يمكنك تسرق أصيلة كاملة في ساعة المقانة ولكن لا تأكل لا تشرب قهوة لا يمكنك تسرق أصيلة مدينة أصيلة صغيرة وما بين ساحة و ساحة تجدها ساحة ودابحناها في ساحة ابن خلدون التي في جنب ساحة عبد الله القنون مدينة أصيلة مدينة أصيلة هذه الساحة معروفة بهذه الزرابة التقليديين المزينين بهم هذه الساحة التي يكونوا معلقينها في الضيور وهذه الساحة تجدها للمدرسة ابن خلدون هذه الساحة مقبرة للمدرسة في جنب المدرسة وفي جنب المدرسة يحضر أحد المدينة أصيلة يرسم اللوحة يكتب عليها اسمه المدرسة المحمد علي مرزوق تخرج في هذه الساحة الزوينة التي تطلع على المحيط الأطلاسي ومن المدرسة الزوينة التي تخرج في هذه الساحة الزنقة حتى تخرج في القصر الرئيسوني موسيقى ومن المدرسة الزوينة التي تدخل في قصر الرئيسوني هذا القصر يتم تحضيرها معارض الفنانة التشكيليين موسيقى وفي جنب القصر يجب أن ترتاح هذه الكورسة على شكل ثقايا موسيقى 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 وهذا هو برج القريقية التي تطلع على المحيط الأطلاسي يأتي الناس هنا يستمتعوا بالهدوء في البحر وأصوات الأمواج وهذه الأصوار في المدينة القديمة موسيقى 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 مدينة أسيلة هي مدينة زوينة وعندها طابعها لدروري أن أي شامل المغرب يأتي للمدينة زوينة موسيقى في الساحة لسيدي بن عيسى كان هذا الفنان حاكم الذي يقوم بإمكانيات له وإذا أريد أن ترى اللوحة له في المدينة يقوم بإمكانيات خمسة درهم وبالنسبة للفنان الذين لا لديهم إمكانيات لتحقيق المعارض هنا يتعرضون لواحاتهم في المدينة القديمة هنا سنكون سهلين الجولة في المدينة القديمة أصعى وهذا الباب هذا هو باب الصور في جنبها باب الحمر وهذا سنخرج بحنا باب الحمر ومن الممكن أن تخرج من باب الحمر تخرج في هذه البلاسة ومن الممكن أن تكون هناك شاريعاً ستجد شاريعاً وهذا المحالات التجارية من الممكن أن تخرج من باب الحمر ومتحول على المطاعم تجد شاريعاً عامر في المطاعم ونحن نتغذيه أحسن البلاسة التي تعجبني أن تغذيها فيها هي في ساحة محمد الخامس شيء جيل تتجد شاريع ومتحول في its back جزء محمد الخامس في Löse أولى من المطاعم وهذا المزيد من الأشهر بما قوله اعمل شغلك وهذه الساحة ستجد فيها الكثير من المطاعم مع الذي ستجد وتجد المطعم الذي يناسبك الذي ستجد فيه وعندما ندخل المرصى في أسيلة الذي يحدث بباب البحر وقبل أن ندخل المرصى يجب أن تجد البلاستيكا الكوكو أو بيان المعروفة في مدينة أسيلة لأنه يزرع كوكو وعندما ندخل المرصى وعندما ندخل المرصى يجب أن تجد البلاست في هذه الحجرة وتستمتع بالأمواج الموحيط الأطلاسي وهذه الرؤية التي تزوجنا على المرصى وعلى المدينة القديمة التي تتبع يجب أن تصل إلى أسوار وعندما ندخل المرصى وعندما تزوج لكي تجد البلاست وعندما ندخل وعندما ندخل وعندما ندخل وعندما تستمتع وعندما ندخل في الصيف المحبين والشواطئ والصياف مدينة أسيلة وعندما تكون هنا في مدينة أسيلة هناك كثير من الفنادق وعندما ندخل وعندما ندخل كمبينغ هناك مجلز وفي التلقل في البيبن وعندما ندخل وكذلك ريسيبسيو وهذا هو الاتمينة ديال الكمبينغ اللول وفي جنب هذا الكمبينغ كان كومبينغ تاني اللي هو كومبينغ السعادة اللي راجي لاسق عليه وإذا أريد أن يتبات في الرياضات هنا في المدينة القديمة ديال مدينة أسيلة يوجد الرياضات وبالنسبة الاتمينة لا يمكن أن نقول لك الاتمينة لأنه لا أعرف ما يكون وما يبغي المستوى مع لك يتقلب في الانتبات ويوجد الانتبات وإذا أريد أن تذهب من أسيلة للطانجة سأكون هناك طوبيس من أسيلة للطانجة بسبعة درهم وأنا سأخبر فيديو خدمنا بإفكانكم عملات والإذا أريد أن تذهب في الطانجة من حدوث 20 درهم وإطلاقكم من الطريق 15 درهم وأذا أريد أن تذهب إلى مدينة العراج سأكون 10 درهم والمحتة هنا في حدوث جامع من حدوث محمد الخامس وأذا أريد أن تذهب إلى الطانجة في التران في التالي من الكورنيش سأجدك 20 درهم نتمنى أن أعجبكم الفيديو مرحبا بكم في الانستغرام YP VLOG هنا لا أريد أن تستمتع بالحدائق هنا بمدينة أسيلة و ركاين ميتشاف و تهل الله في رأسكم